غلاء الأسعار يلهب الجيوب ويرهق ميزانيات الأسر في المغرب ارتفاع تشهده أسعار المواد والسلع الأساسية مقارنة بالعام الماضي ما دفع المسؤولين إلى البحث عن حلول عاجلة مثلث المسؤولية الحكومة وحزب الأغلبية والمعارضة كل منهم أدل بدلوه بمعالجة هذه المشكلة رسمياً أرجعت الحكومة ارتفاع الأسعار إلى انخفاض درجات الحرارة وشح الأمطار مما أثر على الموسم الزراعي وأكدت أنها تملك مؤشرات على بدء انخفاض الأسعار بداية من الإسبوع الجاري وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة من جانبه يرى حزب الأصالة والمعاصرة صاحب الأغلبية في البرلمان أن الحكومة يجب أن تشدد من وسائل مراقبة الأسواق وأن تواجه تصرفات التجار غير المنضبطة بمزيد من الحزم ودع الحزب لجنة خبرائه إلى وضع حلول عامة لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي تواجه البلاد على حد ما جاء في بيان الحزب أما حزب التقدم الاشتراكي المعارض فقدم اقترحات يرى أنها ستسهم في حل الأزمة منها التصقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعات كبيرة كما طالب الحكومة بتقديم الدعم للأسر الفقيرة والمسنين وأصحاب الأجور المنخفضة والمتقاعدين وتشهد الأسعار في المغرب على غيرار كثير من دول العالم ارتفاعات مضطردة خلال الفترة الحالية خصوصا بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 3% في محاولة للسيطرة على معدلة التضخم المرتفعة وحلول شهر رمضان الذي يشهد كالعادة ارتفاعا في النشاط التجاري وفي مستويات الأقبال على الأسواق وزيادة نسب الاستهلاك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر